نظم المكتب الولئي للمنظمة الوطنية للقابلات الجزائريات بولاية غردايا يوما تكوينيا دراسيا لفائدة القابلات المنصبين حديثا من إلقاء ضكاتر ومختصين في المجال كما تخلل هذا اليوم تكريما لفائدة القابلات المتقاعدين نظم المكتب الوطنية للقابلات الجزائرية وهذه الشعبة اخترت أصعب المهنة وهي مهنة القابلات هذا اليوم الذي حضرته السلطة المحلية بإعطائه الطابع الرسموي لقي استحسان هذه الفئة التي قدمت جل حياتها في خدمة الأم والجنين مرحبا بكم اليوم بالسفالينا اليوم العالمي للقابلة الذي يصادف خمس عامين كل سنة اليوم احتفلنا كالقابلات السلطة أردائها وكرمنا فيه القابلات والمتقاعدات واحتفالنا كذلك بالقابلات التي يزاوين خدمتهم هنا ونشورنا منهم هنا يعني شوز في غتخيتي نحن نخدم معهم دي بون نفول يعني ويتون غتخيتي نحن نخدم مطاطة ويأكدا في السابق فرق مزديش أنا حديث هكا نشكر لنا في الساشفاء الحق التعربي اللي خرجوا تقسينكو في المستوى وديما يخضوا النصائل ديما يخضوا النصائل من عندي جنازة الكاد تكرمهن لم يكن محد صدفة بل جاء نتيجة للخدمة الجليلة التي قدموها طيلة السنوات التي عملوها في مصلحة الأمومة فشكرا لمن كان لهم الفضل في حياة الكثيرين من هم رجال اليوم ترجمة نانسي قنقر